تمنى الجميلة تمنى الجميلة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بكم مجددا في لقاء يوم الاثنين من كل اسبوع في برنامجكم احلامنا الجميلة عالم الاحلام من الاشياء الغريبة الجميلة التي يراها الانسان في منامه فالرؤية عندما يراها الانسان في المنام لابد لها من رسائل ولابد لها من ترتيبات تقول له في المنام يوحيها الله جل وعلا للعبد بأمر من الأمور أو بله من النواهي أو بأمر معين لحكم ولعنى لا يعلم إلا عن نام الغيوب وتكلمنا آنفاً سابقاً عن سيدنا لوق عليه السلام رؤي السيدنا بوك في النلام وبعد سيدنا لوق عليه السلام نتكلم اليوم عن رؤية نبي والأنبياء وهذا النبي من أجمد ومن أعظم ومن أفضل ما يراه العبد في منامه فهو نبي ابن نبي أنا وهو سيدنا إسماعيل عليه السلام رؤي السيدنا إسماعيل في المنام من أجمل الرؤى التي يراها العبد في منامه وسيدنا إسماعيل عليه السلام كانت له رؤية في القرآن الكريم رأىها أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما قال الله جل وعلا على لسان سيدنا إبراهيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك معانا أول اتصال أمط الله سلام عليكم أمط الله سواصل معانا إن شاء الله يا أمط الله معانا أم أحمد أم أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام والله والله يا شيخ دي انت عندها حلم عن سنة خمسة ممكن تقوله لك؟ تفضلي تأموري أمر يا أم أحمد أم أحمد تفضلي تأموري أمر يا أم أحمد أم أحمد أم أحمد عايبة تفضلي يا بابا تفضلي أنا أحلم في المنصف اللي إحنا كنا تربتنا القديم قبل ما نيجي نسكن هناك تماما فكت واحدة عايشة معانا جرتنا تماما فهي كتت عايبة تخرب عليها عاشتها بأي طريقة تماما ما كانتش بتحب ومام تريد وعايزة موتها بأي طريقة نعم فكت هي قاعدة مع بابا وحنا قاعدين معانها وهي جرت عايزة موتها تمام وموتت تمام وموتت أيها كميلي بس كده بس كده وحنا كنا لابتين اسود ببنين معايك فأقويا جيم الدالس وقلنا له يحمد بماما ماتت تماما فأحمد زعل ومش كتب كده اللي هو يعايق تماما 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 زيكون قاعدة معانا وتمعانا بس احنا مش شايفانها تماما وحنا بنرد عليها ما تيجي تكلمنا فا فجي احمد قال لنا طب هي ماما ماتت ازاي احنا قلنا له وفي واحدة مواسطة تماما فهو كان زعلان او فجيت ماما قالت له تعالى يحمد لي تعالى اه انا قلت لا يحمد ما تروحش لها تماما ماما قالت اسكت انت تعالى يحمد لي احمد مش يبي يرفله تمام بس احنا كنا لابتين السود وزمنا معايك ان شاء الله ربنا يحفظ لك ماما ان شاء الله من السوق والبلاء اề �B sat salll عادي هفصل لك الرؤية ان شاء الله بابا ا اا الرؤية موم احنا يتبين ان ربنا سيحفظ لك من السوق وسيحفظ لك من البلاء وسيحفظ لك من الأعداء لان الظاير في ناس متربصين ليكى من خلال رؤية اكتشفتها البنت لان في بعض الناس حاقدين عليكى في بعض الناس ينظرون اليو sacred في بعض المعمة التي أنعم الله جل وعلا وأعطاها إليك ولكن عمر التوين ستعيش عمر كبير جدا وربنا سيحفظك من البلاء وسيحفظك الله جل وعلا من الأعداء بمضموم الرؤية والله أعلم معانا باستاذ فوزية السلام عليكم ستواصل معانا إن شاء الله وسط الحلقة بإيذن الله العخت معانا أم الإسلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من فضلك وعلي أنا حلمت حلم خيرا بمجاعة خيرا في الفيدي عملت هد في البيت من تحت الفوق وخالف لغاية السلام من فوق وبعد كده العتب بتاع بيتي أنا بتاع الشقة لقيته اتشرح وبعد كده في حلم تاني برده جزء حلم إن هو حلم إن هو فيه ماشيين أنا هو في طريق وعشنا ماشيين في الطريق دوت لقيت أنا تفل منفوف فبقول له الله طفل منفوف فلاقيت الطفل دوت قال لي لأ دا مش طفل دا دا قطة وتعريبها دي بعيدي فإحنا بنيبها القطة دي تحولت للنمر وبعد كده وإحنا ماشيين قدلنا قطة تاني أسود بشكل وحش جدا فانا بقول له اي دا دا من عند قطة عبدالله راح قال لي لأ عبدالله ما عندوش حاجة وحشة كده انت معاكي خلاف مع سلسكك في مشابه ولا سمع حضرتك فهسمع مني تكيزيون حاضر أولا في موضوع الرؤية الأولى موضوع السلسة موضوع ما ذكر من مجبل السلال ومن السل ما تنشرخ وما شابه ذلك يدل المسي خلاف معاكي لإما مع سلسكك ومع إنسان أخرى مع حد تاني في لكة في شيء من هذا القبيل أسأل الله جل وعلا لك بصلاح الحال موضوع قطة الذي ذكر في المنام واللي كان موجود في المنام بنوع من أنواع البشرة إلا ربنا سيبشرك بالخير موضوع القطة وما ذكر في المنام ربنا سيعفضك من بلاء شديد جدا والله أعلم معنا أم محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمم أحمد الحمد لله إزاي حبيبتك الحمد لله يقصد فضاليا أنا أقول لحاجاتك وقيتين بس مراشي يا أبضلنا أنا بلسة يعني ممكن أن نسفهم حاجات كتير نعم أنا بلسة يعني ممكن أن نسفهم حاجات كتير عادي يعني آآ عادي فضاليا طيب بص حبيبت أنا كنت ينسليها استخارة على موضوع فالمهم أنا أمين تحلمت إن أنا والدي وابني الصغير وماشيين ورحم مشوار نعم فهما وقفوا على أول الشرع فأنا افتكرت اللي مانسة أجيب إزوزة مية ابن جعتش في الطريق فرجعت أجيبها تاني وسيت والدي هو وابني فلما رجعت لهم ملقتهم شي كنت أنا معرفش بقى شايل حاجات ولا المايا وقت معي فالمهم ما عادت أدور فلقيت اوتوبيس فاركيت فيها علشان أحصلهم نعم فالأوتوبيس زي ما يكون عارف حظاك البخرة ما بلقى في دور تاني كده فوق نعم فأنا وقفتي من فوق أنا وقت ونبص فلقنا نفتدى إن أنا راحين بعيد قوي فعايزة أقول لي السواء مش هنا استنانا أنا شوفتهم عايزة نزلهم فمش عارف أنزله فلما هدى فنزلت في الدور اللي تحت اللي هو فيه وقلت له لو سمحت ودينه إحنا وصلنا عن دماش على هومات عشان يدني بس حصله هو وابايت امام فقام قال لي طيب إن شاء الله هنحصله فصلت وقفة في الشباك لما الدنيا ضلمت والناس كلها يسوئتوبيس إلقيت وقال له إحنا اتأخرنا أوه وأنا قلت له إحنا اتأخرنا أوي فعايزة أوصل فقاعدت أقول لي نسا إن شاء الله خلاص قربنا إن شاء الله قربنا فبص الإيبس أحرر الإيبس بضايا بس ما شفتش جني ولقيت واختي قعدة جنب مني خلاص وهو ده الحلم انتهى على كده وصحت منه وأنا لسا في الإيبس وقلت إن شاء الله قربنا نوصل تمام الإرضوية التانية قبلها كان يوم أنا حلمت إن أنا ماشي في طريق طويل فبص راح على بيتي فشفت زينة وأموار وكده وحاجات متعلقة وحعرف حاجات السجاجين بتاع الزمان اللي هي تتعلقة على الحيطان دي اللي كنتم جيدها من السعودية نعم اللي فيها مسلا رسومات الكعبة المدينة المنورة كده تمام فشفت واحدة صمرة متعلقة في البيت بس يا إحنا تسيب الديفزيون إبس إبس فبعدين فرقت واحدة جنب سبعية بقول له اللي كده عملنا على البيت وأنا ضوزي لسا متوسق رايد تمام فقامت قالت لي ما جوش ضموا محتفلين ديك عشان جاي قلت لي هم لأ حرم علي كل تعملوا دوت وأنا قلبحها زين تمام فقامت دخلت تحت تحت البيت عندي فلقيت نحل فواحدة بقى بتديني ورق شجر شجرة سبيرة قوي بس اللي هي الزينة دي تمام قلت لي ما ايه دينها ورقة تحطيها على الفستان متاعك فقامت دور فلقيت كله الأخضر بتشكله جميل أو بيلمع كده قلت لي انا بحب الحاجات السمرة تمام قلت واحدة واحدة ورقة سمرة ومعملها فيها أخدر من النص قلت لها دي بتعلق على الفستان وخلاصه في حكم هنا قلت إذنى قلت محابات متفزين انت تلقص بخارع على أي أساس يا محمد او الاولى دي انا في واحد علي الجوز مبلغ كبير ومش رضي يبدو لنا وعارف ان احنا محتاجله بقول عشرفنا لوحدنا بيقول دور علي جوول تمام كيس سلام عليكم ورؤية تانى بطبس النظام برضو لا اكي حلمها كده هي بتاعة الكتوبات بس طبعا استماما ليس سلام عليكم حافظ لك ان شاء الله موضوع الاوتوبيس وان هو متأخر ولكن في نهاية الرؤية ان كنت هتركب الاوتوبيس او الاوتوبيس حيتحرك يدل ان الامر اللي انت صليت عليه في صلاة الاستخارة مازال متعطل غير متحرك يعني هو ماطل معاك ومش عايز بك الفلوس ولكن لما يكون في نية للقيام موضوع الاوتوبيس وماذكر ان يدل ان الحق بتاك حيرجعلك حيرجعلك باي كيفية باي وصية بالله اعلم ولكن عليك ان كنت تستعيني باهل الصلاح وباهل الفلاح وباهل الخبرة في حل المشاكل وهذه الامور الرؤية الثانية موضوع الفستان وما ذكر موضوع الوردة ربنا حامل عليك بمناسبة سعيدة في شيء في الايام القادمة حيث سعيدك يا محمد سعادة كبيرة جدا 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 اسأل الله جل وعلا لك بصلاح الحال والله اعلم معانا حبيبة السلام عليكم يا حبيبة وعليكم السلام عليكم ازيك يا شيخ الحمد لله يا اختي تفضلي والله ان اختي كان اتحلمت ان في شيخ اللي هو شيخ يا صانت ليما نعم بيقول ان هو بيعالج البنات اللي اللي لسه ما تجاوزيت تمام فماما قالت انا هحضرها لك حطت سبكة على وش اختي وشبكة زيتها كده على راسها تمام فالهنس حضاتيها كده كويس حط يده على راسها وقعد يقر على قرآن وبعد كده قال لها اعود هنا على جنب بعض فهي قعدة لقت واحدة قريبة خاطبها لكان خاطبها بيقول لها والنبي روح استسمحها عشان يردى يرجع كده تمام قلت لها لا انا مشتصف مع حد ورح اتسابها ورح اتناشيه وخلص سلمها على عالتدة ايه سلمها كم سنة؟ اه 22 سنة تمام حتصلك ان شاء الله حتصلك ان شاء الله ممكن حلمة ثانية لو سمحت اتواصل معنا ان شاء الله الحلقة القادمة حتصلك الرؤية دي ان شاء الله اولا كلمة عصام الشيخ عصام سويلا كلمة عصام من ربنا في احفظ من الرزيلة ومن الفاحشة ومن الآثان وما شابع ذلك كلمة سويلا يدل ان مرأة المنام انسان مسالمة لا تحب الخلاف لا تحب المشاكل لا تحب النكب لان في ناس ربيعتها والعياذ بالله تحب النكب تعيش دائما في مشاكل تحب دائما في قيمة وقال وكلام وما شابع ذلك اصأل الله جل وعلا ان ربنا يصلح قلوب العباد ولم يكون الشيخ عصام سويلا متخصص في الرقية الشرعية يدل ان هذا الفتاة لابد انها تحافظ على قراءة الرقية الشرعية سنع الذي عليه الصلاة والسلام من اجل ان تكون محفوظة من الجن ومن الحسد ومن السح وما شابع ذلك والله اعلم مع انا ام محمود السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضراته اعلم بالاخت المحترمة اتفضلي بقول له حضراته كان عندي رؤيتين قصيرين اتفضلي ام محمود انا شفت ان انا كنت اه يعني دخوة دوني يعني دفاة ملت بس كني صاحية تمام ورحت اه دفاة واحد يدفنيني فوجدت الشيخ محمد الشعراوي علي رحمة الله طلعني من الترب وقالو بقيت عملها اطنطات كده والدنزة بالترب بالرؤية التانية انا شفت ان انا جايبة ستاير لبنتي وبخيطها وخيطها وحطها في حجري عشان اخيطها فلقيت نفسي بكل منجة بس المنجة دي جميلة اول وطعمها جميل اول بنتي كنت سنة ام محمود بنتي سنها خمسة وتلاتية هي انثة؟ مع اولاد؟ اه معها ولد وحامد ربنا هيحفظه ان شاء الله من السوحة فاصلت ان شاء الله يا ام محمود فالرؤية الاولى موضوع الموت انك انت موت وتخضيش مش هتموتي يعني الى ان شاء الله بان الرؤية تبين ان عمر الطوين ستعيش عمر كبير جدا افضل شيء واعظم شيء في المنام لما يطلعك الشيخ الشعراوي من هذا المكان يدلل ان ربنا حاجع لك من بعض العصر يسر من بعض البيت فرج وان ربنا سبحانه وتعالى يوحي اليك في المنام انك انت وصانة صالحة وانسانة ثقية وثقية وورعة ولكن عليك بالاكثار من طاعة الله عليك بالذكر وانك انت تقصر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والرؤية الثانية يدل ان البنت ربنا سيبشرها بالخير وسيبشرها بشرة طيبة وجميلة وربنا سيحفظ لها الابن او البنت التي معها من السوق والبلاء بمضمون الرؤية الاولى والثانية والله اعلم معانا ام روان السلام عليكم وعليكم السلام يا ام روان والنبي يا شيخ انا عندي ثلاثة احلام صغيرين خاصة مجرش النبي بولي لا اله الا الله فضال رسول الله احنا بحدة حلمت لحلم جارتنا بتقول لي ان انا ولدت ولد اسم يوسف جميل جدا جميل وهي دخلت علي وعلم بتقول لي مشان كنت عمل اقول لك احمال 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 وانت مش رادية طب والله ربنا رادك هو فبعدين point فبعدين في اقول معاه بتدين احمال سبعدين بقل لها دي في الحقيقة فبعدين بتقول لي انا بقول اللها في الحلم هي بتقول لي يعني ان الحمد لله ربنا داني اللي نسفي فيه تمام بس وجوزيف مرة حمل ان واحد بيقول له انه له ابن تاني كبير كده بعدين بيقول له ابن مين ده قال له ده ده واحد اردت له ده واحد واحد ولادنا وده اسمه المختار الله جميل تمام والبيت المتوفية سيدة المتوفية ادتني في مرة شاكوش تمام واحدة في المنام ادتني زراريا بدلة بس كده ابن روال حفظ فارك ان شاء الله ماشا ان شاء الله شكرا اولا كلمة يوسف في المنام ولما يكون ورد حمل يدل ان ربنا سيمن عليك بالحمل وسيكون ذكر وهذا الوارد حيكون شكله جميل وشكله وثيم وحيكون لي شأن كبير جدا وشأن عظيم وحيكون معروف مع العباد وحيكون معروف ما بين البلاد ابشر وقول الحمد لله كذلك كلمة المختار ان ربنا سيختار لزوجك الصالح وسيختار له امر طيب وامر جميل وامر عظيم سيفعده سعادة ذلك لا يعلم مقدار هذه السعادة الا الله جل وعلا موضوع الشكوش ان كنت تخدم امرأة متوفاة يدل ان المتوفاة لو انت كنت اعرفها في الحقيقة في اجر وفيه ثواب وصل اليها في قبرها وفعلا الرؤية الثالثة تبين ان ربنا سيمن عليك بالولد موضوع الشكوش بمضموم الرؤى هو الله اعلم كذلك سيدنا اسماعيل عليه السلام عندما قال الله جل وعلا على نسان سيدنا ابراهيم بموضوع الذكر فانظر ماذا ترح كان الجوان من اسماعيل عليه السلام الى سيدنا ابراهيم يا ابا كف عن ما تؤمر فالنشور سيدنا اسماعيل يدل بانه سيكون مطيع للناه رب العالمين فمم الله عليه بالالتزام وبالطاع وبالتقوة وبالورع ومعانى ام يوسف ان شاء الله ام يوسف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ام يوسف اه لو سمحت يا شيخ انا بس شفت حلم وعادة حضرها التفصيل فضلي اه شفت ان انا اه في غوريلا هي شبه هي عب تعتبر ارد هي غوريلا اه اول ما شفتها قعدت اقول ايت الكرسي وقول اعوذ برب الفلق فتبتدي تبعد 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 وبعدنا المسببات اقول الاية الكرآنية دي بعد كده مبايتش تخاف لكنها ممسكتنش تمام اه بس في حاجة برضو عايز اقول حزبك عنيها رؤية خاصة بابني وتعداد اه عايز اشوف يعني ايه هيتحسن او ايه تبضلي اه انا شفت ان انا بحلق له تمام وبرضو شفت اه قبل كده انا ليه هو ليه اخ يا ام يوسف انت بتحقل الشعر ولا مكان اخر اه بتحقل الشعر بتاعه ايوة تمام ايه وشفت هو ليه اخ نعم ايه شفت ان اخو ده ان انا هادت اخوه بمسحص بها كبير ام وسلسلة سلسلة مسحص كبير تمام مكتوب عليها اسم الله تمام وشفت ان انا اهدته ايه سلسلة فيها قلب تمام ايه وبرضو شو ايه نفس السلسلة بتاعه اللي مكتوب عليها اسم الله ايه كانت ننتو اهدت له ايه جنبها حصان بهد تمام بس يعني حضرتك بس ما عايز اعرف ربنا هياخد بيده كده ويشفيه ويعافيه افكريني باول كلمة في الرؤية الاولى يا ام يوسف ايه الرؤية الاولى بتاعت الغوريلا خلاص تمام افصابك ان شاء الله موضوع الغوريلا او موضوع القرد او ما اشاهد على ذلك او ما اذكر في المنام يا ام يوسف دي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى مكنت تحافظي على قراءة الرقية الشرعية وبالذات كما ذكر في المنام ان كنت تحافظي على قراءة اية الكرسي يوميا في الصباح والمساء لان الظاهر ان فيه انسانة تدخل عندك البيت ولكن هي حاقدة وحاسبة عليك وعلى اولادك دي بالنسبة بالرؤية الاولى اصأل الله زل وعلا ان ربنا يحفظك من كل سوء اما في الرؤية الثانية موضوع الابن كنت ما تحلقينه الشعر يدلل على تغيير حال في حياته وتغيير حال في صحته للاحسن والافضل والاجمل وبالذات الحصان يدل على القوة والصحة والذكاء والعافية والله اعلم معانا الاستاذ هاني هلو ايوة 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 انا كان عندي حلم معانا هاني ولا مين انا كان عندي حلم انا حلمت فضل هاني انا حلمت حلمت ان انا كنت راكز في طيارة تمام وستي كنت معايا وانا كنا شايفين في التلفزيون في الحقيقة فعلا كنا شايفين ايوة ايوة انا كتفي مسامعة كده وهنكسف فيها اثنين مليون دهب تمام فالمسابعة دي با انا حلمت بيها وحلمت بستي كتت معاي وهي كتت مسكة ايه وهي رجبة طيارة وكتت مسكة معايا فلوس كده كتتنسفر كده تمام وبعدين رجعتني ومسك ورجعت معايا فلين مليون تمام وكتسبنا وكتسبنا الوسابعة خلاص حافظ فردك يا انا بعدين لقيت نفس انا راكي باوتوبيس تمام لقيت نفس انا راكي باوتوبيس وروحت كده ووصلوني بغاية القبري كده تمام ونزلوني ولقيت ست فقابلتني والحلم قول وهذا الامر سيكون امر ثمين وغالي ونابر وجميل اسأل الله جل وعلا ان هي منكوش مصابقة ولكن اسأل الله جل وعلا ان ربنا من عليك وانك تفوز بحظ كتاب الله جل وعلا والله اعلم فسيدنا ابراهيم عليه السلام ابو سيدنا اسماعيل هو سيدنا ابراهيم وربا رزقه باسماعيل على كبر كان عمر سيدنا ابراهيم عليه السلام عندما اعطاه اسماعيل كان عمر ستة وثمانين سنة فالنشوف سيدنا اسماعيل عليه السلام يدلل على البشرة والبشارة لمن يراه في المنام ده مشكلة بس ده سيدنا ابرا اسماعيل عليه السلام وقعت معاها حارثة تظل الى قيام الساعة وهو الذبح العظيم الذي فداه الله جل وعلا به وربنا ذكره في القرآن الكريم وفديناه بذبح عظيم فيدلل اللي شوف سيدنا اسماعيل عليه السلام يدلل على مناسبة طيبة ومناسبة جميلة ومناسبة سعيدة لمن يرعى سيدنا اسماعيل في المنام معانا ام يوسف ايوه يا شاك قدري ايوه لو سمحت ما كنت شفت رؤية ان انا كنت نفتوره صورة وقفه على قرم ايوه كرميليا موسف اصدار الخط على تواصل معانا ان شاء الله فاللي شوف سيدنا اسماعيل عليه السلام يدل على المناسبة الطيبة الجميلة السعيدة بمن يرى سيدنا اسماعيل عليه السلام كذلك سيدنا اسماعيل كالنعمة طاعة الابن من الارض في جميع الامور حتى بعد ما تزوج سيدنا اسماعيل عليه السلام لمن قصة جميلة عظيمة مع زوج السيدنا اسماعيل ومع سيدنا اسماعيل عليه السلام فاللي شوف سيدنا اسماعيل يدل انه سيكون مطيع للواندين اللي شوف سيدنا اسماعيل عليه السلام يدل على حدوث امر في حياة الرأي وهذا الامر سيكون امرا عظيما وامرا جميلا وامرا سميلا لان الماء تفجر من دين رجل سيدنا اسماعيل عليه السلام معنا ام عمر الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ام امر ايه لو تحلمت حدرتك ايه انا ليه من حلم واحد حقوله دلوقتي مش عشان مطورش على حدرتك عرفة عن السبت ايوة ايه كنت حلمت ايه يعني من فترة كده من حوامة شاك اه فضال يا ام امر كنيني ايه حتى بض كتير كده كمام لأ يعني زو حلا السين نعم فانا ماشي كده على الام على شان الشتة يعني والسين كده وماشي بالراحة فضلت على بض بتاع كمام معانا ام احمد ام احمد ام احمد خلاص هنفصل ويرتعكم عمر ان شاء الله بعد الفاصل فانتذرون باذن الله بخلاص هنفصل ويرتعكم بخلاص هنفصل الى ام احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا عليكم بعد الفاصل ومعنا اول اتصال بعد الفاصل ام احمد السلام عليكم ام احمد السلام ورحمة الله وبركاته زي حضرتك السير الحمد لله وقت صدري بس اقول لحضرتك يا بنتي كانت قدم لها واحد وصلت استخارة وشافت الرؤية دي بعد المستخارة صدري هي شافت انها واقفة مع ثلاثة من اصحابها في المكان وعايزين يخرجهم ظهرت لهم واحدة ربعة فقالت لها اسمها سمية فقالت لهم انا في طريقين عشان نروح المكان ده طريق قصير بس المصلب بتاعته صعبة وفي طريق طويل بس المصلب بتاعته سهلة تمام فبعدها هي مرحتش بقى لجولة ده بعدها لقت نفسها في المكان في بيت احنا كنا ساكنين فيه قبل كده قديم فلقت نفسها نزلة من على السلم والسلم ده ما هواش منور قوي يعني النوره ضعيف قوي تمام بس وخلصت رؤية على كده فيه السفر صغير ده يا شيخ ممكن انا اسأله اتصبلي برضو انا هي اللي حلمت نفس الحلم بس قبل الاستخارة شافت نفسها بتاكل بطيخ في طبق كبير كده وانا كنت باكل معها البطيخ دي عن استخارة ولا غير استخارة قبل الاستخارة تمام لكن الحلم التاني ده بعد الاستخارة تمام اولا موضوع البطيخ دل على الحياة السعيدة لها ان رب رحملنا عليها بحياة سعيدة طيبة جميلة عظيمة للبنت ولكن عن حسب الرؤية لان بعد الحياة يكون البطيخ تعب ومرض وما شابه ذلك عما في رؤية الثانية موضوع ان في طريقين في طريق ثالث وفي طريق صعب دي رسالة وموضوع النور انه في اضاءة ولكن قليلة جدا انه يتتوكل على الله وتقبل هذا الامر ولكن حيحصل فيه بعد المشاكل او التعقيدات او حيحصل فيه بعد القيلة والقال ولكن مضمون الامر نفس موضوع الزياج إلا هذا الشاب فيه الخير وحيكون فيه الصلاح والفلاح وحيكون معا الراحة والسعادة ولكن من الحالوه حيكون فيه مناع التعب والقيلة والقال أسأل الله جل وعلا لا تيسير وصلاح الحال فعليها بأنها تقبل هذا الشاب وتتوكل على الله والله أعلم تب ونزول السلم ده شيخ واش مشكلة؟ تب ونزول السلم ما هي أنا ما زندل السلم ونزول انه الامر حتعد والمشاكل حتعد والقيل والقال حيكون فيه خبر كان والله أعلم الله سكرني لا تمرين أمر يا أم محمد كان معانا جاد الفاصل ام عمر ليراعة الرؤية ولكن لم تكمل الرؤية موضوع البيض وما ذكر في المنام يدلئ ان قلبها أبيض صفي نقي لا يقرأ ولا يحقد ولا يحسد أحد وقلبها أبيض زي نوم البيض ويدل على زيادة لها في أمور الخير وما ربنا سيقولنا عليها بخير من أفضل ومن أعذى ما يقول والله أعلم معانا أم ياسر ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم ياسر دكتور حادث كان معايا رؤيتين صبري الرؤية الأولية أنا حلمت أنا حلمت إن أين من النوم بقيت فيه زي أصار حريق كده في المطبخ تماما وابنادي على إبني ياسر فما ربش علي تماما وقمت من النوم مغدودة وبعد شوية نمت تاني تماما حلمت إن أنا دخل الصالة وراقيت زي سوء القرآن وفي واحد قاعد على كرسي قصادي بس ما ميزك شمين هي بس إبني بنادي عليه رب علي بس إبني سوء القرآن مثلا من منزل مثلا عزاء أو كده يعني تماما مناس المتعاني من تعب أو من ألم أو شي من هذا القبيل آآ أنا بس آآ مادتي بس في الواجعين يعني تمام تماما تمام دي أول رؤية نعم آآ الرؤية التانية آآ في زي بلية العمل حلمت إنها تعرف إنسان آآ يعني يعني هي عساها شخصيا محطوك في تابوت والتابوت عليه ما اللي اجتدا ليه اجلحة بيرخف فطلبت مني الناس قال لها على الرؤية دي عادة تأموريني ان شاء الله اسمه حدثة تلفزيون ان شاء الله اشتري فيني اولا الموضوع المطبخ النوع محروق او فيه ضخان او يكون فيه شيء من هذه الامور اللي هي فيها نوع نوع الديق او عدم الشكل الجميل او المألوف المطبخ المطبخ ده اصلا يوجه الطعام والطعام يكون دائما في المعدة فيدل على التعب وعلى المرض وعلى النكد وعلى الهم وعلى اشياء من هذا القبيل اسأل الله جل وعلا لها بالشفاء كذلك من نفس الانسان اللي هو موجود في المنام وما ذكر دي رسالة من ربنا اقولها لها ولكل المسلمين اي انسان مسلم يا جماعة عشان يعيش في راحة ويعيش في سعادة يعيش في تعب ولا نكد وعش نام مرتاح ونام سعيد بالليل ونام كويس يا سيد الفاضل يا سيدة الفاضلة اول ما تنام تفعل كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام تقرأ بعض الايات او بعض الصور الصغيرة جدا اللي هي تحفظك من السحة وتحفظك من الحسد وتحفظك من الهوام وتحفظك من الاحلام المزعجة وتحفظك من كل سوء بمنزل الرؤية الاولى الرؤية الثانية موضوع التبوت اللي شابت الاختة فاضلة وانا ذكر هذا الرجل ليس له علاقة بالرؤية الرؤية تعني الرأية التي رأى في المنام فيمن الله جل وعلا عليها بمناسبة سعيدة للرؤية هو الله اعلم معانا ام عمر السلام عليكم وعليكم بالسلام ورحمة الله وبركاته يا ام عمر انا ام عالي الساحب لستك كان فيه جزء في الرؤية نفسي ما كملتوش اه كان اعطى علي الفار انت درؤية سعرك لتحت البيض النسبة لقية البيضة اللي انا دست عليها دي غصبا عني وانكسرتها اه وانا ماشي في السوق يعني وانا ماشي في السلاحة بتبيع الدب بتاحها وانا قصرتها عليها اه قصرتانه غصبا عني يعني امام لقيتني ادي انا انا قصرتها لنفس الوقت بقى لقيتني باسكة بيضة مسلوقة وباكل فيها وباقول لنفسي ايه ما حاكلتها هنا برده في الشارع الولادي يعني في البيت وكده ما بيشبوش ريحة البيض امام بيشب رشة السمك عريشة زفارة البيض امام خليك معا خليك معايا على الخط يا ام عمر ممكن نحلم تانية افصرلك الرؤية دي خليك معايا على الخط باكدك اقول الرؤية التانية موضوع البيت انا فصرت الاول موضوع البيت مك انت متعصص عليه او دوشت عليه سواء كان بقصد او غير قصد يدلل يا ام امر انك انت تتاقي الله لانه الرؤية تبين انك انت تتكلمت انت تتكلمت على انسان او على انسانة في الغير فتعته بكلام لا يجوز في شريعة الاسلام مش معناه هو كلام خليص ولكن قيلة وقال كلام حتى لو قال عليه مثل كما يقال في الهواء ولكنه في شيء محرم لا يجوز باي حال من الاحوال انك تتكلمي على فلان او علان وهو غير موجود بكلام لا يجوز من شريعة الاسلام فضال يا ام امر شريعة الاسلام فضال يا ام امر اي 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 وفي حلم تاني شبينت برضو ان انا انا ناسية وقداني كده رجالة كتير يعني لبسين جلبيات وخايفة وفي حصان وان عايز اعدي من جنب الحصان وعلى ايدي ننة كده صغيرة وخدت الننة دي وثلاثة اجلة امامي هو حصان اسود كده وكبيس بس كنت خايفة جدا من الحصان جا والله يا امام الرؤية بينك انت انسان محترم جدا وانسان فاضل جدا وانسان طيبا وعندك صفة الادب وصفة الحياة وصفة الخلق اسأل الله جل وعلا ان ربنا من علينا وعليك بالالتزام وبطاعة خير الانام محمد صلى الله عليه وسلم والله اعلمنا معانا شي ما سلام عليكم تواصل معانا ان شاء الله يا شي ما كذلك رؤية الانبياء عامة اللي شوف نبي في المنام وتكلمنا عن هذا الامر سابقا اللي شوف نبي او شوف رسول في المنام هذه رسالة عظيمة جدا يوحيها الله جل وعلا للرأي ربنا موحيك بامر من الامور يعني ما تخليش رؤية هذا الانبي او هذا الرسول تمر عدثا عليك لا ده الرؤية لابد ان يكونها امر عظيم وده امر طيب وده امر جميل هذه الرؤية تقول لك افعل كذا او لا تفعل كذا اتبع كذا او لا تتبع كذا اتبع كذا او تقرب لكذا ومن ذات رؤى الانبياء لان افزق الرؤى التي يراها العبد رؤية الانبياء واصدى النبي يراه العبد في منامه في رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم معنى مين معنى المخارج من دميان فضالي او مخارج اللي من دميان فضالي اه لو سمعت فضالية الشيخ اه انا بابا متوفر بقاله مدة فهي مرضه من مدة جاني في الحل وكان ما فيك كيس اه شفاف فيه حاجة شكل اللاموناتا كده فقال بقوله ده ايه قال لي ده نسك وعنبر الله فبقوله اياه قال لي انت متعرفيش انا جايبهلك من ايه قلت له طيب انا هعمل به ايه قال لي اقسنيه بينك وبان اخوك انا ليه اخ واحد واختي واحد تمام فبقوله طيب صحر اختي قال لي اذا فضال حاجة في الكيس ايه بقيت دهالي بس اسميه بينك وبان اخوك عاوزة تدلي ادلها شوي تمام وقمت قيمة من النوم ورحت المسك فجرت في ملاخين كام يوم يعني بقيت حسن انا شايفان يا ام قالد ايه في حد من ابنائك يحفظ القرآن او يحفظ بعض من القرآن ايوة ايه صاري ابن اه بيحب القرآن وفي الجامعة وبيعرف القرآن على صوت او حافظ بعض من القرآن ايوة وانا خدت بنت اخويا له تمام ربنا باركلك فيهم ان شاء الله لان موضوع المسك وموضوع العنبر ايه وما قيم في القرآن ده ربنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الامر في حديث جميل عظيم جدا ان هو صاحب قارئ القرآن ايه فالرؤية تبين ان لك بعض الابناء او لك ابن او بنت يحفظ القرآن او بعض من القرآن ومش كده بس ده ربنا يحملنا عليك بجميع الزرية والسلالة بتاعتك حتكون سلالة وزرية صالحة ماشا ايه اصقب الله جل وعلا ان ربنا يحملنا عليهم بالاخلاص والله اعلم شكرا خبيرك شكرا خبيرك لا تمرين امري يا مخالف بي ايوة كل صنع طيبة معانا لو صاد مصطفى استاذ مصطفى استاذ مصطفى استاذ مصطفى اي استاذ عليكم وعليكم السلام اه اتفضل نحنا معك على الهوى زك يا فضلت الشياء والله الحمد بقى حبيبي تمام بقول لك ايه فضلت الشياء فلت سمحت احلم كزا حلم يعني اه الناس بتطير وراه على طول يا فضلت الشياء تمام الناس ده ايه على طول يعني ايه بتقريبني وعايزة ايه يعني اللماغ ده عايزة تموتني تمام وانا في الاحلام باعرب منها على طول مفيش ولا حلم يعني الناس دي دربتني فيه ارصبتني فيه والحلم التاني صاد مصطفى احلمت اني انا طالع من الشارع بتاعنا وراح اصلي لديت لك السلك عمالة وراهم والعناص وديه على طول رب الله تمام تمام ما اشي يا مصطفى هفصرق ان شاء الله ما اشي قلت لك شك زي ما قلت لك يا مصطفى من اول الحلقة واللي انت ما تشوفه ده وجميع المطاردات سوانت كان مطاردات او قتل او زدح او صلخ او وقوع من اعلى الى ادنى او شفت النيران او شفت الحروب او ما شابه ذلك هذا يسمى في علم الرؤى والاحلام بانه حلم وليس برؤية حلم وليس برؤية فما تشاهد اقل مصطفى برسالة من ربنا سبحانه وتعالى انك انت تكون متقرب لربنا اكتر من كده وتكسر من الاسكار ومن الرقية الشرعية وعليك انك انت تحافظ على جميع الصلوات في اوقاتها والله اعلم معانا او محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته او محمد ذلك سيدنا الشيط الحمد لله وقت تمام لو تمحت اواني انتقلت ياني الليل وطلعت السجر وقرأت القرآن وطلبت من ربنا ان انا اشوفك ايات ريح جالي فجدت حلمت ان انا في كوشت والقات في ثلاث اتفاص فيهم برتقان اقدر نشبه تمام امسان اه اقول للناس في اللاحب وفي البرتقان اللغدر لا ليسى طالع بلا سارتية لا ليسى برتقان اللغدر امسان اه امتدقته لقتم تفكر وطعمه جميل او طعمه جميل او قاته طعمه جميل امسان بالله اتهى طعمه جميل او وحليمت من اما الله يرحمها جايالي في المنام فجايالي على رسوضة فجايالي يعني ايه عريانا كده فبقول له اليوم انا تغيرت اوى عن الاول كتير اوي امت قالت لي ايه امت تحتها كده فقالت لي انت لا تستريني فقامت داخلها داخلها بساليبسة جلبية خدرة جميلة اوي وقامت قعد على السرير وقامت جاية امت حتى قدامها مية وقنسين جنة قدامها كده فهو يالله يرحمه قاعد جنباس فبتحكم مبسوط اوي مبسوطين اوي اوي امت عنو انت رمك علي ايه بنا انت عايز ايه فضيجة الرؤية التانية الرؤية التانية لا دجوع واحدة الام متوفال على قيد الحياة لا ام لا متوفيين تمام التنين تمام فحلمت انني في واحدة بتشرب مية في دالستيكية كده بطنب بقول لان بوقفة ودفت عليها بايب تشرب عن ملت تغرق في مشاكل ومن ثانب بقول لي ايب تشرب من دالستيكية لايب وامتاني دخل يا قحاماتي بتقول لي ايه طب بطلع انت يا سوا نمللك وناولي وامتاني قلت لي يا لأ انا اللي هاكل شامل فدخلت اعتمنا وسيلت عمال بياكل فدخلت واعتمنا من المي تمام وكات مية جميلة او انا عمالنا من دامنا في المية بقى وامتوا فاسلها زيكة وامت ايه وامتاني ملياء وفيها لأ الحدي سيلنا الليل تمام انت ما تدعي لامك في الحقيقة؟ نعم انت ما تدعي للام امك ما تدعي لها في الحقيقة انت؟ ايه طبعا بدعي لها وبقرألك تمام خلاص رؤية وضحة لان الرؤية الاولى موضوع البرتقال وما ذكر يدلل على قدوم خير نكي وان هذا الامر اللي انت صليت عليه ربنا حيقضي لك وسيعطيه الله جل وعلا لك وان ربنا حيسعلك في هذا الامر سعادة كبيرة جدا عظيمة فالرؤية الثانية من انك انت اصطرت الام وغيرت من حال الام من حال الى حال افضل وحال اجمل وحال اعظم بفضل الدعاء والاستغفار وما فعلته للام فالرؤية الثالثة موضوع الماء وما ذكر ربنا حيحفظك من جميع الامراض القبيثة ولو انت تعاني من تعب او تعاني من مرض او تعاني من شيء من هذا القبيل سيزال عنك والله اعلم معنا السلام عليكم وعليكم السلام والله حضرتك مبارح كنت اختي استصلت وحكت حلم لشيخ صواضل فهو مبارح من خلال التفكير بتاع حضرته يعني هي يعني هي دخلت حالة نفسية وحشة وفضل البقى تقول يالله العظيم ثلاثة مبارح من اي حاجة هو ليه قال لي مسلا في نهاية ان انا لو فتصيت الحلم هقولك سلامك كويس فهي اني استعيتها بقى وهي نفسيتها وحشة فانا هقول لحضرتك الحلم ويريبت فتصرتهي انا بحيث ان انا اسهم هو قال ليك اول حاجة من حلمك انه هي بتتكفن انه هي وقفة وقفة وفي حد هيتتكفنها فاللي هيكفنها ده راجل بتقول لي لك الجنبية بيضة وفيه طعقية على راسه ويعني تقولك كم كده انه هو فيه صلاح فهي هي الدخلة على حدثة فهي يعني مكسوفة انه هو هيكفنها او حاجة من القبيل بتقول لي انه هيكفنني فهي بتبص لأت نفس بشكلها ده نايم فانا اصبح اللي هو نايم بعيد ده اللي هو شراها ده نايم ومثلن ومشخايف فانا هي خايفة انه هي تخشت ايه يعني انا لو بعني لو انا مثلا بعني خير او انا يعني بعني خير بحياتي ما كنتش خايفة من الموت كده تماما اللي هو بعدها هي لها ولدين اثنين اا في كليات نعم فشاكت ان اشبه ان كلية الحربية دي عبر عن ناس كتيرة فهي عادة تخش ما فيه تقالت طيب انا هي لك تنقب في الحلم ان انا ينسبتها حقيقة فقالت طيب انا اقلع النقاب على شان خاطر ان يولدي مثلا لو دخلوا كلية الحربية للنقب ده ما ينعهمش من البطول فهي عايزة تعدي فلا اصفرت ونشو على هيئة الجمل فهي عايزة تعدي كمعاها اتنين فهي جا تتتتتت بواحد بسرعة على شان خاطر تروح تلحق في الدنيا في الكلية ده الحلم اللي هي حلمكو الشيخ خسر لها بسرعة اني لا يا تتني ما تقوليش التنسير انا حفصر لك والمشايف كله من الناس طب ما احضنتك في التليفيزيون ان شاء الله ونصف احترمين وافضل بالنينة واعظم بالنينة في تدسيد الرؤية طبعا انا اتحضل بكل احترام ولكن اقول ليك انا اريحك انا لا يهديك اي اقتميك بالله اختي انا مبعا يا تت انا لا يهديك انا هقول ليك هقول ليك تدسيد الرؤية تدسيد الرؤية تبين ان هذه الفتاة او هذه البرأة المتزوجة انها من اهل الحق ليس من اهل الباضل وان ربنا بلنا عليها او سيملنا عليها بالصلاح والفلاح وتكون من اهل التقوى من اهل الايمان ولكن دي اجتهادات في علم الرؤى والاحلام لان الاحلام دي ملكة من عند ربنا وهو حق من عند ربنا ربنا يوحيه للمعبر او للمفسر ما فيش نص قرآن من الكتاب والسنة يقول ان هذا الرؤى بكذا وكذا ولكن على حسب تفسير المعبر او المفسر والهام الله جل وعلا للمعبر مفسر ولكن هناك قاعدة في تفسير الرؤى والاحلام تعلمناها يعني تعلمتها من شيخي وشيخي تعلمها اصلا من سيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي وبينه بن السيدة عائشة وحديث طبعا طويل جدا ولكن في اخر وفي نهاية المطاف تكلم النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة عندما فصلت الرؤية للمرأة وقال قبل ذلك فصلها لها رسول الله مرة والثانية وفي الثالثة اختلف التفسير مع السيدة عائشة النبي حقول لها ان كنت حجيم ولد وحكون صالح وسيرجع زوجك السيدة عائشة تقول لها ان زوجك لن يرجح يموت وسوف تلدين ابنا فاجرا فقال النبي يا عائشة مه نعمة انواع الزجر اذا عبرتم الرؤية فعبروها على الخير او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والله اعلم معانا ام احمد السلام عليكم وعليكم السلام والله الحمد لله تمام الله يبنها عليك يا رب ما شفت حضرتك ان انا فسول انا وجوزي تمام وبعدين جايني بشتري جبنة وبيب ومسيت بيه انا وجوزي فما مرد كده الناس بتعدي مني وبعدين راحت الجبنة واقعة مني فما وقعت مني واقع منها جزء والجزء التاني فضل معايا الجزء اللي واقع دوات اه اه اتعثر في الارض في الطراب ففي ناس قاعدة معاها تشوف جبنة كده راح اواخدين مني ايه ملميني الجبنة دي وغكرينها في التشوك اللي فيها الجبنة بالمية وحطونا عليها فانا ايه فكرتهم وباعتلهم وخدت الجبنة فانا تدية اوه بقول اتو مال فين البيض ده زمانه تعجن فانا بصيت لقيت ان ايه جوزي شايد البيض ده حطه في كارتونة تانية ويعني ما كانش معا الجبنة فانا قلت بكويس ان هو ما كانش معا الجبنة كان زمان ده الوقت اتصره البيض فبص بدور عليه كده لقيته في كارتونة البيض ده كله في اسكتاكيت يعني ايه والكتاكيت دي جميلة اوي كل كتكوت فيها من شكله احجامهم مختلفة وانا مبهورة من شكلهم وبقول ازاي ازاي البيض فقس فجأة كده كله كتاكيت وبعدين بصت لقيت سلفي معايا هو اخو بوزي وشاري كتاكيته جايدها برضو بس ايه بتوعنا احنا زي ما يكونوا احسن من بتوعه ايه وبعدين احنا عدينا من الممر دوت فلاقيت زي ما يكون في حكومة ايه وزباطوا عساكر وكده بوقفين في السوق دي ياخد الناس فانا لقيت امي وقفت ازاي يكونوا قبضين عليها فانا باستغرب او بقول ايه طب قبضين علي امي امي بتعملش حاجة عملت ايه يقبضوا عليها ليه اروا اصلي مش عارفة الزبط كان بيستمين وهي ردت عليها قلت عشان هي ردت عليها وقالت له مثلا عب تستملي يا امي يقبض عليها وقفة في الطبور بعدين لقيت ابويا وجوزي وكده كلهم واقفين على انهم يعني يروحوا يقفوا معاها ده اول حلم اقول الحلم التاني حسلك سؤال بس انت معكم مشاكل او في حد عليه قضية في المحكمة او شي من هذا القبيل لا الحمد لله ابويل الحلم بقى فضلي الحلم التاني انا جنب مني جنان اللي سلامهم فانا كان مرة اشوفهم ان انا بيتخانق معهم بس وضربهم ترد بجانب اوي وانا رباعر صادر فبصرح مستعمل حاجة فالمهم لقيت واحدة منهم نازلة عندنا الجنينة وبتاخد حاجة من الجنينة زي من شجرة العنب فانا بقول لانت بتعملي ايه ببتاعدكم انت نازلة هنا لين ودي مش اول مرة تعملوا كده فراحت شتناني فانا ايه رحت مسكرة غرباها وراحت رقيت في شجرة العنب ده انا ايه ازا ما يكون في اخر السنة يا شيخ كده وكان واحدة منسيين كده فانسيتنا ومنزلنا ايه انا مولاجي كنا بنقش فيهم وبنكل منهم انا سلام ما يجب اللي اتقف في عنا كأنه لسه قلع اول يعني في اول مطارع كده سلام هتصرت ان شاء الله يبطي اولا في الرؤية الاولى افضل شيء ان البيت فقس في المنوع وقلع كده اكيد لان لو كان البيت تعجك او ادعك او كان ضيط او ما شابه ذلك لكات الحياة كلها للزوج او ليك او الاسرة كانت حياة ضنك ولكن من رحمة الله ومن قرم الله عليكم ان البيت فقس كتكيد فيدل على قدوم الخير سواء كان البيت او كان الجملة او ما شابه ذلك كذلك في الرؤية الثانية يدلن ربنا فيحفظكم من الاعداء والحاقدين والحاسدين اسأل الله جل وعلا لك ولجميع اسرتك التيثير كذلك ايها الاحبة القران تعودنا كل يوم لاثنين نتكلم عن نبي من الانبياء فان شاء الله اذا كان لنا عمر في يوم الاثنين القادم ان شاء الله حتكلم عن رؤيك سيدنا اسحاق عليه السلام رؤي سيدنا اسحاق فانتظرونا ان كان لنا في العمر بقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته